يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى مدينة برلين الألمانية وذلك بناء على دعوة المستشار الألماني أولاف شولت من أجل المشاركة في فعليات حوار بيترسبورغ للمناخ يوم الثامن عشر من شهر يوليو ألغاري وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن حوار بيترسبورغ يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد دورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق ما بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديراً للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيدة السيدة الرئيس في إطار مفوضات تغير المناخ على مدار سنوات الماضية هذا ومن المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء رئيس مع عدداً من المسؤولين الألمان وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولت من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة أتشاول المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر